أما الصراط فهو دال على عظمته تعالى لأنه خلق عجيب فإنه جسر ممدود على متن جهنم على متن جهنم يرده الأولون والآخرون ولابد لهم منه قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية فما هو الورود على النار المرور على الصراط كما فسر ذلك ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنه والصراط أدق من الشعر وأحد من السيف دحض مزلة تزل فيه الأقدام وفيه خطاطيف كلاليب تأخذ من عليه تأخذ ممن عليه من وكلت به تقذفهم في النار وقد تخدشهم خدشا فيكون الناس عند المرور على الصراط ثلاثة أنواع ناج مسلم ومخدوش ومكردس في نار جهنم ينصب الصراط في ظلمة والنار تحتها عمق أبعد من سبعين خريفا ويعطى الناس أنوارهم يعطى الناس أنوارهم على قدر إيمانهم وأعمالهم فيمرون على الصراط بسرعات أيضا بحسب أعمالهم وقد قال عليه الصلاة والسلام فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وأكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم مكدوس يعني ملقى يدفع ويلقى نسأل الله أن يثقل موازيننا وأن يبيض وجوهنا وأن يسلمنا عند المرور على الصراط ترجمة نانسي قنقر